شراكة شاملة وتعاون استراتيجي رؤى متقاربة واتفاقات ثنائية استثمارات مشتركة وقهد مشترك لعلاج الازمات التي يعيشها العالم هكذا كان حصاد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى روسيا والتي استمرت لايام ثلاث زيارة اجتملت على شق رسمي واخر برلماني وثالث غلبت عليه علاقات الصداقة التي تجمع الرئيس السيسي بنظيره الروسي بلاديمير بوتين فضلا عن لقاءات مع عدد من المسؤولين الروس فلأول مرة منذ انشائه استمع مجلس الفيدرالية الروسي الى خطاب الرئيس السيسي الذي يعد الاول لرئيس اجنبي في اعلى غرفة برلمانية في البلاد استهل السيسي كلمته بالتأكيد على اواصر التعاون والصداقة التي تجمع البلدين الذين يدشنان سبعة عقود ونصف العقد من العلاقات الممتدة قبل ان يتطرق الى عرض رؤية مصر في سبل تعزيز هذه العلاقات فضلا عن جهود القاهرة في التعاون مع روسيا لمواجهة الارهاب والفكر المتطرف كلمة سبقت موحثات موسعة للرئيس مع رئيسة المجلس فالنتينا ماتيبينكا وقيادات مجلس الفيدرالية معربا عن التطلع لان تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتنمية وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين من جهتها ثمنت فالنتينا دور الرئيس السيسي وجهود مصر في حل حالة الازمات التي تشهدها المنطقة والعالم وفي موسكو كان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدافيديف على موعد مع الرئيس السيسي حيث بحث الجانبان عددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث اشاد السيسي بعلاقات الصداقة المصرية الروسية الممتدة منذ خمسة وسبعين عاما وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الاصعضة في السنوات الخمس الاخيرة من جانبه ثمن ميدافيديف الدور الذي تقوم به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الاوسط ومكافحة الارهاب ودعم الحلول السلمية للازمات القائمة بالمنطقة موسكو لم تكن وحدها التي تزينت لاستقبال السيسي اذ ذار الرئيس منتجع سوتي حيث كان في استقباله نظيره بوتين الذي اصطحب ضيفه في جولة بأحد الشوارع سوتي عقبها جلسة عشاء جمعة الرئيسين الصديقين تكريما لوفادة السيسي جولات ومحادثات اختتمها سيسي بالتوقيع على اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والتي اعقبت جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين وفاق واتفاق هكذا كانت وستظل العلاقة بين ارض الفراعنة وبلاد القياسرة التين اكدت عبر التاريخ ان الجهود الصادقة لحل ازمات وحدها ما ينفع الشعوب وما دون ذلك غثاء ترجمة نانسي قنقر